موسيقى إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم ستبقى شجوها فرسي ومهري صفائح دمعها ماء الجسوم قرين النار ثم نشأنا فيها كما نشأ العذارة في النعيم وفارقنا الصياق لمخلصات وأيديها كثيرات الكلوم يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم أهلا بكم اشتركوا في القناة 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 لو تعلمون عظيم الصحافة المصرية بتنقل الإعلام المصري بيتحدث لكن ربما حديث إما مغرق في الفنيات المعقدة فلا يفهم الناس وإما حديث سطحي ضحل سازج لا يرقى إلى أن ينقل معلومة للناس هذا هو الواقع لذلك لم يعرف الكثيرون من المواطنين ماذا جرى في اقتصاد بلدهم لم يقف الكثيرون من أبناء بلادي على منجزات اقتصادية غير مسبوقة قد حدثت ربما يسأل سائل أو يعلق مشاهد الآن يقول وأين هذه الآثار على حياتنا المعيشية أقول إن ما جرى من إصلاحات هيكلية مفصلية كما قلت أشبهها ببناية أو عمارة الأعمدة أولا ثم الطوب ثانيا ثم التشكيلات النهائية والتشطيب ثم يسكنها الساكن نحن في مرحلة إعادة بناء إعادة بناء وتغيير هيكلي في المنظومة أتذكر وأذكركم يوم 4 نوفمبر 2017 القرار الثوري لأن أصفه بثورة حقيقية وهو تحرير سعر صرف الجنيه المصري بحق مش بشكل مخطط مش بشكل كان فيه نوع من القرارات الإدارية ما كانش قرار الدولة كان سعر الجنيه كان أمام الدولار في الآخر طلع 18 17 فليكن وتم تخفيض قيمة الجنيه بهذه النسبة لأول مرة في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية ربما في العالم كان قرار جريء قرار جريء للغاية أدى في النهاية إلى أنه تم تقييم الأمر تم القضاء على سوق السودة تم القضاء على تجار العملة تم توفير الدولارات الموجودة لأنه أصبح القطاع الشرعي هو القطاع الأولى الناس وثقت في القطاع المصرفي معدل التضخم انخفض معدل البطالة انخفض معدل النمو ارتفع هذه الإجراءات الهيكلية في الاقتصاد بتؤتي ثمارها على الناس بعد فترة من الزمن بدأنا خلال الفترة الماضية بحزمة بسيطة من البشاير اللي الرئيس زفها للناس في يوم ما برفع الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى المعاشات وحزمة هذه الإجراءات والرئيس نفسه في عيد العمال قال لم تكن هذه ثمار التنمية أو ثمار الإصلاح الاقتصادي وإنما هي بشاير أو بشارات أو إشارات خلال الفترة الحالية والفترة الماضية كيف تعامل الإعلام الأجنبي ووكلات الأنباء الأجنبية مع حالة الاقتصاد المصري ده سؤال إيه اللي حصل يعني إحنا شايفين نفسنا إزاي دي قصة العالم الخارجي شايفني إزاي هل هناك نظرة اقتصادية موضوعية بحتة أما أن هذه النظرة كانت مشوبة بأراء سياسية أو توجهات سياسية أو ما شابه الحقيقة أنه الإعلام الأجنبي كان بيعيش حالة ضبابية بينظر ما يحقق مصالح الدول اللي بينتمي إليها أو الذين يدفعون أو الذين يديرون لكن في النهاية كان هناك توجه عام لا يمكن لوكالة أو صحيفة أن تتجاهله أو تنكره معنى ذلك أنه وكالة بلومبرج هذه الوكالة العريقة كانت بتنظر إلى الاقتصاد المصري في الفترات السابقة قبل الإصلاح الاقتصادي من 11 و 12 و 13 و 14 نظرة هنشوف مجلس الوزراء مركز المعلومات قال إيه عملنا مجموعة من المعلومات والفيديوهات والإنفوغرافات رائعة بشكر طبعا القائمين على في مجلس الوزراء والدولة في هذه الحقبة الحقيقة بتمدنا بكثير من المعلومات اللي احنا بننقلها بظهرنا للمواطن شارحين ما واسعنا الجهد لذلك النهاردة عندي رصد التغيير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري دي مين دي وكالة بلومبرج وكالة بلومبرج وكالة اقتصادية أمريكية رصينة لها ما لها وعليه ما عليها لكن ينظر لتقاررها بشيء من الاحترام والتقدير قالت إيه وكالة بلومبرج 2013 قدامنا عدم انتظام سوق الأمولات بيعكس ضعف ثقة المصريين في الجنة المصري دي أول نقطة السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 11 انخفاض لاحتياط النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار وأدنى مستوى منذ عام 97 الدولة تكافح لخفض معدل بطالة الذي بلغ 12.5% ده الشكل العام في 2013 الشكل العام في 2013 شكل يخض الشكل العام في 2013 يجعل الأمر مخيف الشكل العام في 2013 من خلال توقع مش توقعات قراءات وكالة بلومبرج بتقول سوق العملات واقع بتقول ان السياحة واقعة بتقول ان الاحتياط النقد الأجنبي واقع بتقول ان البطالة مرتفعة لغاية ده ما رأته بلومبرج في 2013 شوفوا اللي حصل النقل اللي حصلت من 13 ل 19 نفس الوكالة بتقول إيه الجنيه المصري هو الأفضل ضمن الأفضل أداء في 2019 بين عملات الأسواق الناشئة الجنيه المصري اللي كان بيترنح أمام الدولار فيما مضى هو نفس الكلام اللي هو كان بتقوله بتقوله أصبح هو الأقوى في سلة العملات الدول أو العملات الناشئة في سنة 2019 لأنه أصبح يقف أمام الدولار زي ما احنا شايفين انا مش بقول كلام من عندي كل الناس كبير وصغير عارفين سعر الجنيه والدولار بقى ب 16 ولا بقى ب 16 وكسر أمام الدولار وكان 18 يعني بينقفض الدولار ما بينقفش الجنيه اللي بيرتفع تاني بقول الدولار لم ينقفض قيمته وإنما الجنيه اللي ارتفع قيمته ارتفع ليه لأنه هناك إصلاحات هيكلة في الاقتصاد اتنين السياحة المصرية تتعافى عارض إراداتها الارتفاع مرة أخرى وقلنا أنه تم اعتماد السياحة في مصر والفرق السياحية في مصر على أنها الأسرع في العالم وقلنا هذا التقرير وكان صدر من الأمم المتحدة ارتفاع الاحتياط النقد الأجنبي من أقل من 15 مليار دولار في أواخر عام 16 إلى 44 مليار دولار دلوقتي يبقى الاحتياط اللي كان مخيف للغرب وبلومبرج قالت عليه تضاعف كم مرة وصلنا دلوقتي ال45 تقريبا من مليار دولار تراجعت البطالة إلى تمانية وتسعة من عشرة بعد ما كانت كام 12 ونص إيه قدامنا كان 12 ونص فبراير 13 فبراير 19 بقى تمانية وتسعة من عشرة أنتم عارفين يعني إيه انخفاض معدل البطالة بنسبة تمانية وتسعة من عشرة يعني إلى تمانية وتسعة من عشرة بعد ما كانت 12 يعني نزل حوالي 4-5% 4-5% إحنا وفرنا ملايين فرص العمل بالمليون لأن الدولة دي 100 مليون الواحد في المياه قد إيه بطالة الواحد في المياه مليون رقم إحنا عندنا الدولة المصرية قد قد ليبيا مثلا 16 مرة قد قطر 200 مرة 300 مرة إنت عندك اقتصاد هيكلي ضخم كبير تعالوا نشوفوا الوكالة الأخرى وكالة رويترز كيف نظرت للاقتصاد المصري في فترة التراجع في فترة الانضمحلال ثم كيف نظرت إليه في فترة الفترة الحالية رويترز بتقول قد اللي انخفاض في البداية ايه كان عندي أزمة صلار اهو ما كانش يفاكرين الطوابير كان عندي أزمة صلار كان عندي أزمة كراب كراب بقول كلام انت بفكركم به بس بجمعه مع بعض ما كانش عندي صلار في محطات البنزين كانت طوابير شايفينها ما كانش عندي كراب كانت الكراب بتقطع في البيوت والمصانع كلها قفلة ده في مارس 13 وإبريل 14 الدين العام كان أكبر خطر بيهد التعافي الاقتصاد المصري بعد سنوات تراجع السياسي ده في يوليو 14 الدين العام اللي وصل مية وكام مية أربعة في المية من الناتج المحل الإجمالي كان رقم مخيف ونسبة مخيفة وهقول التطور اللي حصل في دلوقتي نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسي المشكلات التي واجهها قطاع الطاقة في مصر ده أبريل 14 يبقى عندي الوكالة رويترز نقلت حالة الاقتصاد المصري الحالة الرجل المريض كان مريض وبيحتاج إلى عمليات قلب مفتوح وبتر أطراف عاجلة وفي آن واحد ومتزامنة وإلا كان المريض هيتوكل على كان هيموت اللي هو الإقصاد يشهر إفلاسه ده كان حاصل لو لا سلسلة الإجراءات المؤلمة الحادة الصحيحة الوحيدة التي لا مناصة عنها ولا بديل عنها ما كناش انتقلنا من هذا الشكل الخطر اللي حتى وكالة رويترز بتجيبه إلى هذا الشكل الآخر الأكثر إشراقا اللي احنا فيه دلوقتي ايه؟ قالوا ايه؟ مصر حققت فائضا أوليا بموازنة 17-18 لأول مرة من 15 سنة يوليو 18 وارتفاع الاحتياط النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار وكسر بوكالة رويترز بتقول ورس السيسي اقتصادا متداعيا ضعيف يعني ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير مارس 18 بلغ معدل النمو 35 من 10% عام 17-18 مسجن أعلى مستوى له في 10 سنوات مصر تعلن وقف استراض الغاز المسال من الخارج وتسعى لتصبح مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي سبتبر 18 ده شكل الاقتصاد المصري وفقا لمين؟ لرويترز بعد ما كان بهذا الشكل الخطر أصبح بهذا الشكل اللي بيدعو إلى التفاؤل عندي دي وكالة أنباء رويترز وقبتلك دي فينانشل تايمز آخر آخر وكالة عشان أنقل كيف تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري هبوطا ثم سعوطا الفينانشل تايمز قالت في يوليو 13 استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي بعد ثورة 11 ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل وهو وضع لم يتحسن منذ ثورة 11 تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس أحد أهم مصدر الدخل المصري لم تعد مصر قادرة على سداد قيمة الوردات بسبب نقص العملة الأجنبية ده كله في إمتى في 13 الوضع كان وضع صعب بالغاية إيه اللي حصل؟ تيوفو الجديد إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي مثل تحرير سعر الصرف بدأت تؤتي سمارها في مايو 18 انخفر التضخم إلى 13.3 في مارس من هذا العام في مايو 18 من المتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 8.4 من عشر من نتج المحل الإجمالي مقارنة بـ 9.8 في 17 توقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية مايو 18 إيه الحكاية؟ الحكاية إنه إحنا عندنا مشروع حقيقي مشروع إصلاح اقتصاد حقيقي غير مزيف كانت المحاولات السابقة محاولات غير جدة محاولات مزيفة في تقديري لأنها لم تكن ترقى لإجراءات جدة على الأرض لذلك فشلت ولم تكتمل وأصبحت كالجنين المشوة الآن نحن أمام تجربة برأة 16 17 18 إحنا في 19 شغالين الشعب المصري العظيم تحمل الرئيس كان بيمارس في هذه التجربة قمة النبل السياسي من ناحية والصدق السياسي من ناحية أخرى لأنه لم يغامر ولم يقامر لكنه اتخذ القرار الأصوب الوحيد العلاج المؤلم للاقتصاد المصري علاج هيكالي نقلته هذه المؤسسات الدولية ونقلته ربما بشيء من التسييس في فترات الضعف لكنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح لا يمكن أنه يرى الاقتصاد المصري بهذا النمو وصلنا النهاردة معدل نمو 5.5% يمكن محمد معيط النهاردة في اليابان بيقول هنوصل ل6% ده أعلى معدل محمود محيد دين بيقول أنه في حالة كساد وفي حالة طباط وأقول لكم دلوقتي بيتكلم على الاقتصاد المصري وده نائب رئيس البنك الدولي 5.5% معدل نمو ويشيء أعلى من معدلات النمو في أوروبا أعلى من معدلات النمو في أوروبا ما جرى خلال السنوات الماضية اقتصاديا يدعو للفخر استمعت إلى رئيس البنك الدولي وهو يتحدث ويقول أتباهى بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري أمام كل دول العالم لأن هذا الرجل يقصد الرئيس السيسي زعيم يعمل لحساب شعبه لا يحمل فواتيرا لأحد هذا الكلام قيل على لسان رئيس البنك الدولي كريستين لاجارد رئيس صندوق نت الدولي قالت مثل هذا الكلام أكثر من مرة تشيد بالتجربة تشيد بتفاصيل التجربة تشيد بنتائج التجربة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسسات تمويل الدولية مؤسسات إعادة تقييم الاقتصاد والملاء الاقتمانية الجميع بينظر أن نظرة إيجابية إلى الأمام للاقتصاد المصري إحنا وصلنا إلى منطقة أخرى وحدين في حتة تانية تماما هذه المنطقة تحتاج أن الناس تعرف إحنا كنا فين ووصلنا فين أفكركم بس بوكالة ستاندرد أند بورد هذه الوكالة من ضمن الوكالات اللي بتراجع التقييم الاقتماني للإقتصادات الدولية قالت 2014 أنه الاقتصاد المصري ترتيبه عندهم يعني C C C 3C إيه يعني يعني أكنوا أنتوا عارفين A و B و C ده واقع خلص 3C بلس ده في 14 في 15-17 كان B 18 بقى B 19 النهاردة B مع نظرة مستقبلية إيجابية إحنا خلاص دخلين على إيه دخلين على إيه من خلال الشغل اللي بتعمل مؤسسة مودز قالت إيه العجز النمو في مصر 5.5% عام 19 بعد ما كان 14.8% عام 17 وقدت B 2 نظرة إيجابية مستقبلية لإقتصاد المصري ده مؤسسة إيه مودز مؤسسة فتش قالت إنه الاقتصاد المصري B بلس تراجع العجز في الموازنة من 9.4% من نتج المحلي الإجمالي في سنة 17 إلى 7.8% عام 18 إلى 6.4% إن شاء الله عام 19-20 ده العجز فيه النتج المحلي الإجمالي أنا عايز أقول إنه بلومبرج فانانشال تايمز رويترز فيتش مودز وكالة ستاندرد كل هذه الوكالات وكالات مرموقة بنختلف أو نتفق معها لأن هناك بعض الأشخاص داخل هذه المؤسسات ربما بيكون له توجه سياسي شمال أو يمين لكن في النهاية نحن نعمل ونتابع ما تقوله وتردده وتنقله هذه المؤسسات اللي بتشوف الاقتصاد بتاعي عاملت زي لكن الأهم من دول المواطن حضرتك وحضرتك شايفين إن الاقتصاد بتاعنا نقل نقلة نوعية هائلة تمثل طفرة يعني تغير مفاجئ أنت شغالين كل يوم كل صباح كل طلعت شمس فيه جديد كل طلعت شمس فيه مشروعات بتفتتح كل طلعت شمس فيه مشروعات بتبنى أنا عندي 14 مدينة جديدة بمفهوم العاصمة الجديدة يعني مصر بتتبني من جديد عندي كباري عندي أنفاء عندي طرق عندي مصانع عندي إنشاءات عندي السمرط بتيجي لكن الانفاق الحكومي هو الأكبر لما الانفاق الحكومي ينفق واحد يقول لي الدولة بتقوم بمشروعات كتير يا سيدي بتجيب عشان الناس تشغل الناس عشان ألغي أقلل من البطالة فولي الدخول الدخول تعمل عملية انفاق الانفاق يشغل مشروعات وهكذا فيه النظر الاقتصادية أنه أحرك عجل الاقتصاد اللي كان متكلس كان متجمد ده خلى مجلس وزراء بشكره جدا وبشكر القائمين على هذا العمل العمل المحترم الموثق ودايما المعلومة بنقف أمامها باحترام جاب كيف أتعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري لكن أنا مبارح اتكلمت على الولد يحيا حامد اللي أنا سميته مبارح يحيا بتاع خيرة شاطر وأنا لم أكن يعني مبالغ أو مجامل أو بستظرف صراحة يعني أنا مش بستظرف واجب حاجة أخفف دمي لا خالص هو فعلا كان واحد شغال مندوب مبيعات بيقف في إشارات المرور ببيع أرقام تليفونات خطوط تليفون ده شغلته وأنا لا أتجنى عليه مع كامل الاحترام اللي بيعمل كده عادي جدا يعني لكنه جابوه قالوا له أنت المرسلة ما بين مكتب إرشاد وبين مرسي يديره تعليمات لأنه موضح سيقة مين سيده خيرة شاطر خيرة شاطر لما جاءهم يعملوا الوزارة قال لهم هاتوا ودهو مسكوه وزارة سمار ليه؟ عشان خيرة شاطر يدير الوزارة من الباطن ده اللي كان حاصل صاحبنا محكوم عليه بهربان بعد الأعمالات الاريابية في ربعة وموجود في تركيا بس بيسمي نفسه إيه؟ وزير الاقتصاد وزير السمار اشتغل هو شهرين بالمناسبة يعني هو كان وزير السمار لمدة شهرين فواخد اليافطة أنا وزير السمار سابق وبيتكلم حد بيكتب له وهو بيكتب كتب المقال اللي علاقنا علي مبارح أنه الاقتصاد المصري على شفى الإفلاز وأنا مبارح رضيت وتكلمت من منظور سياسي من منظور سياسي أنه الولد إخواني والولد تابع لهذه الجماعة المريضة التي تضمر الشر والكراهية للدولة المصرية لكن لكن هناك ردود اقتصادية على ما ورد في المقال مجلس الوزر رد رد رائع هو مش بيرد عليه لا بيعكس وضع الاقتصاد الحقيقة من الناس احنا مبردش على واحد تافه زي يحيى حامد لكن هناك من قام بهذا ومن ضمن من قام به الرد على يحيى حامد ومقاله السخيف الممتلئ بالأكاذيب في تم نشره يوم الجمعة الماضي الأستاذة لميس الحديدي كتبت مقال أراه من المقالات الرصينة الموضوعية التي تحمل أرقام مدققة مدققة حتى هي قالت أن هذه الأرقام وفقا لوزارة المالية ووزارة التخطيط لكن أقف عند يعني بعض من هذه المقال في مصراوي وآلت في النهاية الحقيقة أن أهداف الوزير السابق لا تهمنا كثيرا ما يهمنا هنا هو الإجابة عن السؤال الذي أقلق البعض هل اقتصاد المصري ينهار تسألت لميس الحديدي الإجابة التي أملكها هي تقول بثقة من المعلومات المتوفرة لدينا بالطبع لا لكن العنوان العنوان اللي الناس كتير ما فيهمتوش دولة فاشلة طبعا أنا بقول العنوان صحفيا العنوان رائع لأنه شد الناس الديني خلينا نقرأ هذا الكلام هو هي لميس بتقول أنه الإخوان وحي حامد عايزين مصر دولة فاشلة بيصوروا صورة مصر أمام أوروبا أن هي دولة فاشلة دولة فاشلة الحقه ده مصر مئة مليون هتبقى دولة فاشلة الحقه ما تساعده هاش لأنه زي ما بتقول في المقال أنه المقال له شقين شق سياسي وشق اقتصادي الشق السياسي في المقال أن الإخوان كارهين لنجاحات واضحة لا خلافة عليها للاقتصاد المصر لكن أيضا هناك شق اقتصادي وأرقام بتفندها لميس فيه هذا المقال وبتقول أنه كان المقال مش موجه للمصريين المقال موجه للخارج لأنه مكتوب بالإنجليزي وبيقول أن مصر دولة فاشلة ده فكرة العنوان لا بيقول في بتقول في القراءة الاقتصادية أن الاقتصاد أرقاء مش أرقاء هل من معدلات النموة التي ارتفعت من 2 و 1 من 10 في سنة 13 إلى 5 و 6 من 10 في عام 18 ده ده مش عجبكم هي بترد عليهم بتقول لهم كمان أنه معدلات البطالة انخفضت من قرابة 13 في المية سنة 13 إلى 8 و 1 من 10 سنة 19 الاقتصاد اللي حقق أول فائد منذ 15 سنة باستماعات فائد الديون بترد بالأرقام تقريبا نفس الأرقام والمعدلات اللي ذكرت على في تقرير مجلس الوزراء إذن رد المقال اللي فيه 12 فيه موقع مصراوي بتكلم في نهايته على حزمة الحوافز اللي تمت للناس المعاشات كانت 9 مليار وبرنامج تكافل وكرمة 17.5 مليار وحملة 100 مليون صحة ورفع الحد الأدنى لأجور إلى آخره إلى آخره الخلاصة أنه المقال بيحمل رد أراه في تقديري من الردود الجيدة لأستاذة لميس الحديدي وأنا فعلا أنا في هذا المكان هاجمت لميس الحديدي عندما تحدثت بشكل ربما كان في تقديري ومازلت عند رأي أنه نوع من المزايد على الدولة عندما قالت سأقول رأيي وإن شاء الله عثل بيت يعني هاجمت لميس الحديدي في حينها بشكل موضوعي وما أقتنع أنه صواه عندما قرأت المقال وجدت أن المقال به قراءة موضوعية حقيقية ولميس متخلصة في الاقتصاد بالأرقام ورد رائع أنا في تقديري أنا الصحافة الاقتصادية في مصر بعافية أنا أرى أن الصحافة الاقتصادية في مصر بعافية عايزين حد يطلع يكتب مقالات ويشرح للناس بلغة بسيطة أنا فاكر الرئيس في فندق الماسة في شهر 12 سنة 17 أو سنة 16 قال لعمر الجارح وزير المالية تكلم بلغة الناس تفهمها يا دكتور عمر إحنا عايزين كمان ناخد هذا الكلام والأرقام والمعدلات والمنحنايات ونبسطها للناس بشكل الناس تفهمه وبشكل أيضا الخارجي يفهمه وبشكل أيضا المؤسسات تفهمه إحنا اقتصادنا الإعلامي أو اعلامنا الاقتصادي محتاج نظرة زي حاجات كتير في كل الأحوال أنا بقول للناس بالبلدي وبعيد الكلام تاني هل اقتصادنا بخير أنا بقول وأنا فاهم وقاري أرقام ومتابع جيد بقول إحنا زي الفل اقتصادنا المصري قوي اقتصاد عفي اقتصاد لا ينكسر اقتصاد لن ينكسر اقتصاد بيعتمد على هياكل موجودة على السياحة على أصار على الزراعة على مية على نيل على بشر موارد بشرية عندي مترول عندي غاز عندي قناة سويس عندي منظومة متكملة أنا مش باعتمد فقط على رافض من رافض الاقتصاد أنا منظومة متكملة بقول عندي خدمات طول عمر مصر بتكسب من الخدمات اللوجستية والتجارية والعبور والمرور وعندي أنات عديدة من موارد اقتصادية فقط محتاجين نشتغل ونشمر ونكف عن الكلام المطلوب ان الشعب يتفاعل ويندمج وهو صحيح الشعب اللي صبر على هذه التجربة وأنجح التجربة لكن ما زال الربع الباقي او المتبقي هو الاخطر اخر نحن مقدمون على اخر مئة متر في مرس طويل هل نضيع السباق أم نستمر في التحمل نحن الاقتصاد المصري وصل في تقديري الى اخر مئة متر في مرس طويل منهك لكن في النهاية سنتوج في النهاية سنتوج سنتوج ويتوج هذا الاقتصاد كما قيل وهذا الكلام موثق الاقتصاد المصري مرشح لأن يكون من اهم عشرة اقتصادات في العالم خلال عشر سنوات هنقدر هنقدر بايه نشمر ونشتغل ونكف عن الكلام وزير المالية محمد معيد دكتور محمد معيد في اليابان في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومصر ان شاء الله هتشارك فيها في اخر الشهر الرئيس عبدالفتاح السيسي في اساكا بيقول نعمل على زيادة مستوية الانفاق العام واستقرار منظومة الضرائب لتشجيع الاسمارات وايجاد فرص عمل بيقول محمد معيد نستهدف في الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو 6% ده رقم مهم جدا الرقم ده من اهم الارقام اللي يمكن ان تسعد اي مواطن معدل نمو 6% هقول لكم ليه 6% مهم احنا بنتكلم انا والمجلس الازرة والاميسكا في المقال وغيره وغيره انه معدل نمو 5.5 الراجل بيقول بنستهدف في موازن التمنطقة 19-20 6% 6% انا بقول لمحمد معيد شد حيلك انا بقول للقائمين على المجموعة شدوا حيلكوا بقول للشعب المصري يلا لانه 6% دي هتنقلنا نقلة رهيبة نقلة نوعية في تقليل معدلات البطالة وفي جذب الاستثمارات 5% ل6% دي معناها انه انا بزيد عشان بس الناس بزيد في السنة 2.5 مليون مواطن موليد لسه الكارثة السكانية مش فيناش حل يعني هتلتهم المفروض انا زيد ايه اضعاف اللي 2.5% زيد 7% المفروض عشان اعيش كويس لكن ده انا الزيادة السكانية بتلتهم عوائل التنمية انا بس بفكر الناس انه عندي مشكلة تاني انا عمل اجمح فلوس وحطها في شوال الشوال مخروم من تحت الفلوس اللي بحطها بتقع الزيادة السكانية هي عبارة عن نار بتلتهم عوائل التنمية بقول لكل المصريين والله اعلم ان هناك اناس موجودين في مصر بيعملوا زيادة سكانية انجاب انتقامي من الدول انا بقولوا يدرسوها المجالس المتخصصة في الدولة تدرس انا من خلال معايشتي اللي في بعض الاماكن وبروح ارى ان يقولك بيجيب عيال يقولك نكاية في الدول انا زيادة ام الدول اجيب عيال يعني بيسموه انا بسميه انجاب انتقامي ده محتاج ايه معرفش المشرعين بقى والناس اللي متخصين يشوفوا هذا الكلام لكن ده موجود انا تاني بقف على اللي قاله محمد معيط معدل نمو مستهدف 6% رقم ونسبة لو تعلمون عظيمة للغاية انا بقول للناس المفروض نحتفي بهذا الرقم والله احنا منتخبنا القوم لو فاز على دولة من الدول 6-0 هنقعد نتغنى بها سنة لكن بقول لكم اقتصادكم معدل النمو بتاعه هيزيد 6% ده حاجة عظيمة للغاية حاجة اهم كتير جدا من تاخد بطولة كلاس الامم والافريقية احنا رقم بيعدي من ناخدش بالنا لكن احنا حياتنا دون اقتصاد دون فلوس موجود دون اموال دون وظيفة لا قيمة لنا جميعا الاقوياء اقوياء بالاقتصاد الاقوياء اقوياء مش بالكلام اقوياء بالاقتصاد القوي بيعمل قوة ناعمة الاقتصاد القوي بيعمل قوة عسكرية الاقتصاد القوي بيعمل تعليم بيعمل صحة احنا مناش سكة مناش حل مناش منفز او منفز الا الاقتصاد فانا بقول لما يجي يقول للراجل وزير المالية في اليابان عندي بستهدف معدل نمو 6% نجيبه وحسبه. قل له اوعد إلا عن ستة في المية. احنا سامعينك وشايفينك وامتابعينك وهنساعدك كمان. احنا كلنا نشتغل عشان نوصل معدل نمو ستة في المية. وانا بقول لروادي التواصل الاجتماعي. عليكم ان انتو تفرحوا بهذا. ابدأوا تكلموا وانيفس واحد دي كتبوص تقولك معدل النمو في مصر المستعدة في ستة في المية. يقرح 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 يفتح على جوجل ويشوف يعني ايه معدل نموه. المعدل نموه في المنطقة العربية في المتوسط اتنين في المية. اتنين في المية فقط. بصر اكتر من المعدل المتوسط العام وصل الستة في المية. ده حاجة عظيمة جدا. وده هينعكس على المواطن خلال الفترة القادمة. محمود محيددين نائب رئيس البنك الدولي وكان وزير السسمار في مصر او تجارة خارجية قبل الفين وعشرة يمكن وزير السسمار. بيقول الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة. يا سياتر يا رب. وثلاث اجراءات لتحجيم خسارة. اكد محمود محيددين نائب اول رئيس البنك الدولي وظيفة مرموقة مشرفة. اكد على توقعات حدوث تباطق في نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي. الفين وتسعتاشر انا بكلم من شوية بقول ايه معدل نمو بتاعنا خمسة في المية ونص. المعيد في اليابان قال هيوصل ستة في المية. ومحمد ومحمود محمود محيددين بيقول فيه تباطق في العالم. يعني الدنيا هتبقى وقفة في العالم كله خلال ده توقعات خلال الفين وتسعتاشر. بيقول حيث تشير التقديرات الى انخفاض متوسط النمو. اهو. واقف هنا بقى. الى كام يا عم؟ ده محمود محيددين نائب اول رئيس البنك الدولي. بيقول انه فيه انخفاض متوسط النمو. متوسط النمو الحالي كله. الى كام؟ تلاتة وتلاتة من عشر في المية. انا معدل النمو بتاعي كان كام؟ خمسة وخمسة من عشر في المية. اكبر من معدل متوسط النمو العالمي اتنين في المية. ومعيد بيقول هاوصل لستة في المية احسب بقى. انا هاوصل لستة والعالم كله متوسط عام يعني تلاتة وتلاتة من عشر في المية. الارقام دي مش بفبركها. مش بقول ارقام عشان افراحك. انا مش اخذ منك حاجة. ومش بارقام عشان ابصل حد بحد. لو قلت رقم غلط يبقى انا بضرب مصداقيتي. انا بقول الارقام موثقة ارجاع اروها. محمود محيد دي نائب رئيس البنك الدولي الاول بيقول ان فيه تباطق في 2019 هيؤدي الى ان متوسط النمو في العالم يبقى ثلاثة وتلاتة من عشر في المية. انا دلوقتي يبقى احقق خمسة وخمسة من عشر وهوصل لستة. انا اعلى من معدل متوسط المعدل النمو في العالم باثنين ونص في المية. يا رب بس انا كل اللي عايزه من الناس تعرف ويتأكدوا ان المعلومة صحيحة. ويروح يبحث بنفسه. ولو لأ حاج غلط يرجع يقول لي انت رانكاد دي. طب احنا لما نعرف نعمل ايه? هننبسط. حالتنا المعنى ترتفع. معدل الامل يزيد. معدل التفاول والطاقة الايجابية تزيد. هاشتغل كويس. هاثق. انت عايز تدمر اي امه ارفع من معدلات التشاؤم. عايز تدمر اي امه العب في معدلات الامل. منسوب الامل ينخفض. احنا بنرفع منسوب الامل بشكل حقيقي مش كاذب. لا نبيع اوهم للناس. وليس لدينا صورة وردية كاذبة مجزوبة بنقول للناس. محمود محيد دين بيقول. ان متوسط النمو في الدول العربية اتنين في المية. كل الدول العربية على بعد جمعهم على بعد. هات معدل نمو خمسة في المية وواحد في المية وصفر في المية اطلقوا كلهم اتنين في المية. انا كام? ستة في المية. اعلى من متوسط في الدول العربية مجتمعة اربعة في المية. بيقول انه متوقعا هو نفس الراجل الخبير محمود محيدين واسألوه أن يتخطى معدل النمو في مصر 5% في الدول الأوروبية قد تكون معدلة النمو مخافضة نسبياً وتابع أن انخفاض توقعات معدل النمو العالمي يرجع إلى أسباب كثيرة منها الخوف وعدم الواقعية السياسية عدم اليقين السياسي في تهديدات من أمريكا للصين وخلافه حاجة كثير جداً نحن لسنا بصدادها وأنا بتكلم على الاقتصاد وبتكلم وفرحان وفرحان بجد فرحان لأني شايف الصورة حقيقة وشايف إيه اللي بيحصل وهينعاكس على ولادي وهينعاكس على ولادي وعلى أحفادي وعلى أولادكم وأحفادكم إحنا عايزين بلدنا بفرخاء وسخاء ده لن يتم بالتمنيات أقعد ويرفع إيدك وصلي بلا انقطع ودعي هل ربنا هيستجيب لي واحد قابة بيشتغلش مستحقيل نشمر وننزل نشتغل ونتحرق يا رب ربنا يوفقنا ننجح ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين بلدنا تبقى حلوة لكن مش تبقى حلوة بالتمنيات ده اللي احنا أزل نقوله وإحنا بنكلف الاقتصاد بتلاقي في ناس بتخرب اللي بيخرب بيقول معلومة غلط زي الولد يحيا التافه يحيا حامد اللي بيقول الاقتصاد المصري على شفى الإفلاس ما هو هذا الخروف قال قبل كده في 2016 أو 2016 قال إن الدولار هيوصل 50 والإخوان سقفوله والجاب والعيال الرجوزات بتاعتهم يحكوا إلحى 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 كومكسات وترياء وإحنا من الترياء وإحنا عندنا أسازة في الترياء زي ما قلت الواحد قاعد ما بعملش يصحى من النوم يكتب له بسطين اللمون بمئة جنيه إلحى البامية مش عارف إيه ثقافة البامية واللمون ثقافة يجب أن تختفي لأنها ثقافة جهلاء ثقافة ناس بيتسموا بالضحالة الشديدة والسطحية الشديدة والجهل الشديد وعدم الوعي الوطني واحد فتحة من لي مقال يقول لللمون لمون إيه يا سيدة يا عم يا بتاع اللمون لمون إيه الله يقيبك والتاني يقول للبامية مش عارف دكاب هل اقتصادات الدول لا تقيم بالبامية اقتصادات الدول لا تقيم باللمون اقتصاديات الدول بتقيم بشكل آخر وشيء آخر لمن يفهم يعني دولة يفهم يعني اقتصاد دولة أنا بقول تاني الفوضى الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي فوضى منهكة فوضى عارمة بقول تاني لكل الناس اعلاموا ان فيه قانون جديد تاني بقول ديبات شائعات واحد عمال الكلمة اللمون بمئة جنيه والتاني يدافع يقول والله يا علاج طلق ما هو بمية يا سيدي بمية يا سيدي بمية هو احنا مش قاعدين في سوق مش احنا بيحصل حاجات فاكر أنا العروات والموسم الزراع خلص بيجي موسم جديد الفترة في النص انا مبررش حاجة لكن بقول يا سيدي هو انا ده هو انا متاه هو انا عارف بطحة لا مش بمية جنيه ان شاء الله يكون بمية ايه ان شاء الله يكون بمية جنيه احنا بيحصل في كل مكان في العالم الطماطم بقى 14 جنيه بعدين بتبقى ببلاش انا اعرف ناس في الاراضي بيحرتوا الطماطم لانه سعرها تكلفة النقل مش جايب تمانها سعر وعرضه وطلب وسوق والدنيا ماشي دي بلد دي بلد كبيرة لكن اطلع سعر الليمون هتلاقي بكرة ولا النهاردة بالليل الاراجوزات والجهلاء والسطحيين والمؤجورين والمرتزقة معتز مطر والتاني اسم زفت اسم محمد ناصر وغيره وغيره شغالين على الليمون زوبع هجيب ليمون ابو ليمونة كله شغال على الليمون على الليمون ايه الليمون ايه الموضوع هو اختازلوا مصر ونشاط مصر وانجازات مصر في الكلو الليمون وتبصوا لها واحد تافي على الفيسبوك كله واحد وراجل الكاتب عايز يعمل نفسه يعني مش عارف ايه كتبلي على الليمون ايه اكبروا بقى شوية وعقال شوية وبصوا للصورة على حقيقتها شوية وعرفوا ان احنا في ناس بتحاول فقط ان هو يتسبب بشكله وبآخر في خفض الروح المعنوية للأم وده خطر خطر بشكل انا فاكر فاكر قزمة البام يا الله فاكر الملوقين فاكر الطماطم وفاكر البطاطس والبطاطس والشعب يقول لك انا ما عنديش بطاطس بسلقها وبقليها وبعملها والتاني يقول لك اصلي مش عارف ايه و ايه دي نوقف حالبطاطس لم تسقط مصر بسبب سعر البطاطس ولم تسقط مصر بسبب سعر البامية ولم تسقط مصر بسبب سعر الليمون لناس عصر الليمون اعتقد عصر الليمون فين هم جماعة بتوع يلا في نفس التوقيت النهاردة وزارة الداخلية مباحث الأموال العامة نجحت في ضبط أربعة قضايا التجار في عملة غير مشروع طبعا لأن التجار في العملة ده محرم لأنه احنا قضينا على السوق السوداء قادي المباحث بس عشين تعرفوا احنا متكلم مبارح لسي بتكلم على إنجازات الداخلية في القضاء على الإرهاب والإرهابيين والتتبع وغيره النهاردة بنتكلم لو ما عندناش وقت بس نقول قضايا كتير جدا وإنجازات كتير جدا لكن لأنه بتكلم على الاقتصاد فبقول إنه مباحث الأموال العامة بتشتغل شغل بيخدم على الفكرة العامة اللي احنا قلناها بنبني اقتصاد فيه فاسدين فيه ناس ما بتعرفش تعيش إلا على الأزمات إلا بالشغل غير المشروع فمباحث الأموال العامة استطاعت ضبط أربعة قضايا التجار في عملة بالنقد الأجنبي في القاهرة وسهاج وشرم الشيخ إجمال حجم التعاملات كان 23 أو أكتر من 23 مليون أنا بقول إنه بقول للبرلمان يعني بقول للبرلمان إنه اللي تجر في عملة زي صلاحة أبو سمعين أبو حازم كان تجر عملة قلنا في أهل الشر اللي تجر في عملة واللي ياخد رشوة واللي يزور واللي يعمل المفروض يبع عندي عقوبات رادعة وتجعل الناس فعلا تكف عن الفساد لأنه إحنا كل يوم بيتم ضبط واحد في المحليات كنتر محافظ ولا محافظ ولا وزير ولا غيره والناس ما بتخافش هو إيه اللي بيحصل هو إيه اللي حصل للمجتمع يا عم انت بتخافش من الفضيحة يا عم انت بتخافش على زمعتك يا عم شاقول لك ما بتخافش من ربنا أصلا ما بتأكيد لما سرقت ولا ارتشقت ولا تنايلت على دماغك بالتأكيد ما كنت شايف ربنا أساسا فبقول لك يا أخي طب انت مفيش ردع هل القانون لا يكفي هل نجرم زيادة هل نعمل إيه عندناك هزة رقبية كتير شغالة وعملة مش ملاحقة مش ملاحقة عندي فيه بلاوي موجودة عندي فيه مدارس للفساد عندي فيه فساد موانهج عندي فيه دستور للفسدين عندي قانون للفساد كل دا كان موجود احنا بنعيد بناء البلد والمجتمع لازم يتغير والمجتمع لازم ثقافته تتغير المجتمع لازم يحب الخير لبعضه المجتمع لازم يرفض الفساد مش يتواقم معاه لما يجي يقبض علىها يقول لك يا لهو يقبض على واحد دا يشوف سرق مليون جنيه وسايبين ابو مليار يا سيدي ما هو ابو مليار بدأ بمليون لما اخد ابو مليون واخد ابو عشر جنيه انا عايز اعيد القيم للمجتمع من جديد انا مش عايز انظر ومش عايز اعمل واعز بس انا بقول انه ادي دولة بتتحرك في اتجاه اصلاحي ودي ناس بيخربوا ودي دولة بتحاول ان هي توقف نزيف الفساد سواء على مستوى اقتصادي او مستوى جنائي او ارهاب النهاردة برضو بمناسبة الداخلية النهاردة سقط اتنين من عفوا من اخطر العناصر القائمة على تسفير رغيب الهجرة غير الشرعية للخارج مقابل 100 الف الـ 120 الف جنيه للفرد الواحد والاتنين دول مارسة نشاطا اجراميا واسع النطاق في مجال تزوير واصطناع المحارات العرفية والرسمية المستخدمة في عمليات الهجرة طبعا يعني هيروحوا فين هيقعوا هيقعوا البلد دي اللي مش واخد باله البلد دي لها صحاب صحاب البلد دي هو الشعب والبلد دي بلد مؤسسات والبلد دي الدولة دي بلد فيها حكومة قوية عمر الحكومة في اسوأ الظروف مكان الضعيف اوأ تتخيل ان البلد دي حد يقدر له ادراع الحكومة فيها الحكومة دي اي حكومة في مصر اي نظام في مصر اي اقضارة في مصر لابد ان تكون قوية ليه لان الدولة دي منذ نشأتها وابدايتها هي دولة لا يمكن ان تقوم الا على المؤسسات فانا بقول تاني انه الجماعة اللي عايشين في الدور البهوات الاثنين اللي موجودين في الصورة قدامكم كل واحد بقى عنده بقى ختم مزورة وعنده كذا وبياخد فلوس وغيره طبعا انا بقول ايه بقول لاتنين دول من مئة وعش الف جنيه بيتطفروا كام واحد دول اهو كل الاختام قدامكم شايفين الصورة والكلام ده منيبات وغير واد بطاقة ضربية واد 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 اللي عنده مئة الف جنيه وعايز يهجل برا يعمل بيقى مشروع يا اخي هاتلك مكنة احزيه هاتلك مكنة النسيج هاتلك مكنة كياس هاتلك مكنة يا اخي انا يعني الشاب اللي عنده مئة الف احنا مطلوب وظائف في قطاع النسيج مطلوب يجا 40 ألف وواحد اللي تقدموا ألفين وواحد مطلوب وظائف لصناعات كثيرة في منطقة العين السخنة وفي منطقة اكتوبر وفي منطقة العاشم من رمضان وفي منطقة المحلة وفي منطقة كفر الدوار مطلوب عمال يشتغلوا مطلوب ناس تشتغل الناس ليه مش عايزة تشتغل انا واحد يقول لي يا عمه هو فين الشغل انت حضرتك مش عايز تشتغل الشغل أنا دي انت عايز تشتغل شغل أنا تاني اه عندي شغل موجود في العالم برا انا اهم حاجة اشتغل وجي لي راتب وحسن دخلي واشوف وحسن اذاكر اعمل اعيد تأهيل نفسي تدريب نفسي عشان ااخد شغل اخر لكن ما عودش علىه اقول الشغل اللي انا عايزه ما جاهش لا خلينا اشتغل انا بيه نزيه اشتغل الشغل اللي قدامي الى ان يتم ايجاد فرص عمل في اماكن اخرى الفرص بتفتح ومعدل نمو بيفتح مصانع واستثمارات وغيره لكن تاني بقول احنا محتاجين ندرب عمالنا من تاني عايزين تربية وظيفية لانه انا بقول تاني بقول انه الناس الحرفيين والصناعية والاستوات بلد الاستوات كانت مصر بلد الاستوات لكن منهم لله اللي دخلت تكتك تكتك خرب البلد تكتك لوس البيئة التكتك خد امتص الصناعية والعمالة المهرة والمهنيين والحرفيين يقول لك يا عامل بدل ما اشتغل مبيض محرة ولا اشتغل بطاعة بلط ولا سراميك ولا مش عارف ايه ولا اينارة ولا كرباي اروح اشتغل تكتك واسمع مزيكة وروأ وخلصنا وانتهينا ما عادش عندي ايه ما عادش عندي عمال مهرة ما عادش عندي صناعية وتلاقي الواحد فيهم قد كده وكل واحد يقول لك يا ساتر سمعة العامل المصري والصناعي المصري بقى توحشة دلوقتي يرجع يا ربي يشوف لي حد عراقي سوري يشوف لي اي حد لانه صادق في معاده وغيره احنا محتاجين بقى ما عودش عايط على القصة لا ايه الحل طيب ايه الحل نعمل مراكز تدريب نعيد اللي ولاد بتقعوا الصناعي وبتقعوا مدارس فنية ندرب الناس دي نعلمهم صنعة بجد مش يروح ياخد الكتاب ويروح لمسك الشنطة وقاعد يشرب سجاير ويتعلم شربه البانجو ويدرب مش عارف ايه وفي الاخر يطلقوا حتى لا اخدوا بسرعة عامة ادربوا بجد زي الماني انا اعتقد انه الوزارة وزارة التعليم الفني مع الالمان كنت حاضر هذا الكلام فيه خطة جديدة ان الولاد بدل ما يروح المدرسة وياخد دفتر لا يبقى في المصنع يبقى في كذا في كذا اعتقد ان احنا محتاجين كتير محتاجين كتير جدا 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 عشان نطلع وننهض بهذا الوطن انا هيبدو منظرت كتير فسمحوني محمد صلاح نموذج للشباب المصري نموذج وقدوة بجد اي حد محمد صلاح بقى ماركة للامل وماركة للتفاقل محمد صلاح بقى نموذج اللي عايز يعيش بامل ويعيش بتفاقل ويعيش لبكرة بجد يشوف محمد صلاح يقول لي يا عمده بالحظ يا سيدي والله الحظ على رأسي من فوق يا أخي بس اعمل اللي عليك انت والحظ هيجيلك اعمل اللي عليك والحظ هيجيلك متعودش قاعد بائس شغلتك بس عمال تحقد على آخرين يا فلان بياخد فلان اشتغل ومش عارف ايه اللي بيشتغل كله عملي بالصد اطلع المصرح اطلعه اللي قاعد عمال يبكي حظه ويبكي على المسكوم يا سيدي قدوة لهذا الجيل قفز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي الى المركز التاني في استفتاء صحيفة ماركة الأسبانية لاختر أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي محمد صلاح تاني أفضل لاعب في العالم طبقا لصحيفة ماركة الأسبانية والله شرف والله محمد صلاح صنع ما لم تصنعه مؤسسات محمد صلاح بمفرده ده مؤسسة تسير على الأرض محمد صلاح بأخلاقياته وإيجاداته وكل ما يصدر من سلوكيات من هذا الفتى الذهبي أعتقد أن يتشرف أي واحد مصري بقول لكل المصريين كلكم ممكن تبقوا محمد صلاح اشتغل جد اخلص مالكش دعو بالآخرين لا تنظر فيما يد الآخرين أعتقد أن احنا ممكن نعمل كتير وبقول لحمد صلاح مبروك يا محمد يا صلاح مبروك يا كابتن محمد صلاح فاكرين فاكرين السيد الرئيس لما أصدر سلسلة من القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى للمعاشات وحوافز مقطوعه وخلافه النهاردة البرلمان وافق على هذه القرارات بعد ما العرض عليه في لجنة القوى العاملة توفق نهاية على مشروع قانون علاوات الموظفين إقرار حد أدنى للعلوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيه و150 جنيه حافز شهري بفئة مالية مخطوعة يعني 7% أو 75 جنيه ده الحد الأدنى بالنسبة للمعاشات زيادة 15% حد الأدنى لهذه الزيادة 150 جنيه والحد الأدنى للمعاش كله 900 جنيه مبروك لأصحاب المعاشات مبروك للمخاطبين بالقانون مبروك لغير المخاطبين كل الناس زيادة آه الزيادة دي يعني بقول إيه نواية تسند الزير بقول تاني ما لا يدرك كله لا يترك كله عندنا شوية إجراءات حماية اجتماعية سواء تكافل وكرامة أو غيره أو العلاج على فرقة الدولة أو مشروع 100 مليون صحة أو التعليم أو غيره أو التأمين الصحي لشغال كل هذه الإجراءات هتقلل من الأعباء على كاهل المواطن المصري خلال المرحلة القادمة رئيس البرلمان بيقول منظمة هيومن رايتس ووتش مسيسة وجميع الشرفاء يدركون أنها تسعى لهدم الدول ده من اللي بيقول ده رئيس البرلمان المصري وأنا بضم صوتي لصوته وبقول للدكتور علي عبد العال لقد أصبت كابد الحقيق قلنا هنا في حلقة سسنائية في رمضان أنه هذه المنظمة مأجورة مش مسيسة بس هو قال مسيسة لأنه راجل مهذب وعنده مسئولية لكن احنا بنتكلم براحتنا لأنه احنا عارفين الحقيقة كاملة ومعندناش ما يمنع أن احنا نعلن هذا بقول أنه هيومن رايتس والعفو الدولية وبهيد دين حسن وغيره 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 مش مسيسة بس لا ده مأجورة بتاخد فلوس عشان تقول هذا الكلام ضد الدول خاصة الدولة المصرية تشريعية النواب برضو في البرلمان بتقر حاجة عجبينة جدا صراحة يعني العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة قالوا ايه؟ قالوا الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس يعني اللي مش هيدفع النفقة بتاعة طليقته يعني ولا امراته معرفش هي المتهربين دفع النفقة للزوجة معرفش هي للزوجة هيحرم من الطليقة طبعا يعني المفروض بطلقته مش زوجته اللي كانت زوجته الحرمان من الخدمات الحكومية اللي مع الحبس المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهني دون المساس بالحقوق والحريات وقف العقوبة اذا تم التصالح اثناء تنفيذها ولو بعد سيرولة الحكم باتة النواب التعديلات الجديدة ستكون رادعة واستواجه الممتنع عن اداء النفقة ولاجب ان نأخذ بهم تاخذنا بهم ايران يعني انا مش فاهم فيه راجل اللي يعني هو كتير موجودين طبعا هو استحالة العشرة فحدث الطلاق طيب فيه نافقة يا اخي والنافقة دي بحكم الشرع وبحكم القانون تمتنع ليه تمتنع خلاص ما يتحيلوا عليه الناس تخش كبار ما حدش بيكبر لحد خلاص في جديد زمان زمان كان بيطلع فيه ناس كبار حكموا من اهلها وحكموا من اهله ويعودوا يجبوا الدول على دماغه والدنيا يتمشي اللي قد بقت فوضى في الوقت بيتجوز بسهولة ويطلع بسهولة ويسيب عيل في الشارع سيب المجتمع استفدنا من حضرتك ايه ساملنا عقل ثلاثة اربع عيال هيطلعوا زيه القصة والريس قبل كده طلب يا جماع عايزين نرشد فكرة الطلاق الشافحي زيعلوا الناس قالك ده مش شرعي ايا كان مش عايزة اخش فيه سجالات فقهية مليش فيها لكن بقول انه عندنا فوضى عارمة ونسبة طلاق مرتفع ليه لانه الناس اللي ولاد الشباب بيجوز بسهولة فبيطلع بسهولة ومفيش عندنا ثقافة التعايش مع بعض مش قادرين نفهم انه لما يكون فيه خلافات نقدر نلم هذه الخلافات نقدر نفكر لو احنا عايزين نعيش لو فيه كبير لكن احنا لأسف افتقدنا الكبير خلال الفترة الماضية فاصبح كبيرنا الآن القانون القانون قال اللي مش هيدفع هنديره على دماغه ازاي هنحرمه من الخدمات الحكومية وهياخد حبس كمان انا بقول اهو تحذير من البرلمان تحذير من الدولة لكل رجل انا قاسف لكل زكر لانه مش رجل ما هو الراجل لو رجل صحيح هيدل ناس حقوق او هيدل طلقته حقها ولا تنسوا الفضل بينكم او اولاده او بناته او غيره بقول له تحذير من الدولة لحضرتك ادفع النفق اللي عليك وإلا هتتحبس وهتحرم من كل خدمات الحكومية نقطة يا رب الناس بس تتطعز يا رب الناس تسمع المجتمع فيه امراض كتير احنا كل ما نقش نفتش تحت نلاقي بلاو طال تلاقي فيه عشوائيات والعشوائيات فيها زينة وزينة محارم وفيها خيبة وفيها خراب فيه خراب والدراما فاكرين المسلسلات وفاكرين الافلام فاكرين فيلم هي فوضى بتاع خالد يوسف غير المأسوف عليه فاكرين فضحت المجتمع شوهت صوت المجتمع لكن الحمد لله رجعنا تاني والبلد رجعت تاني والخير هيرجع تاني وبواد الخير حتى في الدراما فيلم الممر فيلم الممر ده فيلم عظيم فيلم عظيم ادعو كل الناس روحوا اغسلوا هموم سوق وسوق الدراما خلال السنوات الماضية بهذا الفيلم هذا العمل المصري الرائع هذا العمل المصري المبدع هذا العمل الوطني الحقيقي المخرج الرائع شريف عرفة والمنتج الرائع ايضا شام عبدالخالق هذا الفيلم اعتقد انه يمثل نقلة او يمثل مرحلة بداية تأسيس مرحلة جديدة في انتاج مصري رصين محترم نقدمه الناس روحوا شوفوا الولاد واحنا يا ريت تعملونا تقرير من امام السينمات ودور العرض نشوف الولاد الشباب دخلوا ازاي وخرجوا بايه احنا محتاجين عمل مكال اللي فيجي 100 مليون روحوا روحوا هذا البوستر بتاع الفيلم فيلم بيحكي لحظات تاريخية ناصعة لحظات تاريخية تدعو للفخر والاعتزاز لحظات كان فيها انكسار ومن الانكسار من راحة من الانكسار والسواد ولد الانتصار هذا الفيلم بيعكي هذه المرحلة المرحلة الاصعب في تاريخ الدولة المصرية بعد النكسة كان هناك تحضير وتجهيز وتضحيات ودم في السنوات الست من سبعة وستين لتلاتة وسبعين نقدر نقدر الاعمال دي بتقولنا ان احنا نقدر وعايزين اعمال غيرها كتير لكن انتو كمجتمع واحنا كشعب لازم نروح ندعم العمل الرائع العمل المحترم العمل اللي المفروض تتوالى بعده اعمال اخرى نشجع هذا انا بقول كل صاحب مؤسس طراح يروح نشتري تذاكر ويديها للناس اللي عنده كل شركة كل مؤسسة كل قناة احنا ممكن نعمل كده هنا عندنا بالمناسبة انا ممكن نجيب شوية تذاكر على حسابنا كقناة ونديها للموظفين اللي عندنا يروحوا تفرجوا على الفيلم على حساب القناة مشاركة مننا لهذا العمل النظيف هذه الدراما النظيفة الوطنية ادعو كل المؤسسات ان هي تعمل هذا العمل كل صاحب عمل كل مؤسسة كل شركة كل قناة كل مكتب كل عيادة يروح يشتري 100 تذكر بكام يعني 100 تذكر 100 بكام من 100 تذكر يا براهيم انا معرفش تذكر بكام يعني 40 في 100 يعني 4000 جنيه 5000 جنيه 8 يعني ايه هقول ايه بس يعني يعني احنا هنجيب 100 تذكر انا بقول ابو اعلن 100 تذكر اللي اللي عاملين في القناة تاني يروحوا يتفرجوا على الفيلم على حساب القناة ليه لان ده مشاركة حقيقية في معركة الوعي احنا عايزين نحارب هذا الهاجس اللي بيجي لنا للتشكيك في ثوابتنا انتو فاكرين اللي بيشكيكوا في ثوابتنا فاكرين انا فاكر يوسف زدان الله يسامحه لما قال صراحة دينا الصاب وحمد عربي حرامي ومين ومين ده كان بيدمر ما ثبت عندنا يقينا من قيادات تاريخية بنحترمها بيجي واحد يطلع عايز ياخد نوبل ولا غيره انا افتكرته دلوقتي والله انا زيئت ان افتكرته يوسف زدان ولا غيره لكن انا بقول دلوقتي احنا في معركة وعي معركة الوعي ده عايزة تكاتف معركة الوعي عايزة نضج معركة الوعي عايزة مشاركة وانا سعيد سعيد للغاية من الشباب الصغير اللي راحوا تفرجوا على الفيلم وبدأوا يسقفوا لهذا العرض وبدأوا يتفعلوا معاه وخارجوا يكتبوا عنه في وسائل التواصل الاجتماعي والله الشعب ده عظيم والله الشعب ده لما تيجي تايقس وتقول ما فيش فايدة تلاقي حاجة طاقة نور بتفتح عمالين خرجنا من دراما رمضان وخرجنا من برامج رمضان اللي مناكس الرأس واللي عائد مكسوف واللي غيره واللي غيره انتجنا 25 مسلسل ولا غيره عايزين ننتج ميت مسلسل عايزين مسلسل واحد يحكي حكايات في سيناء مهندس قصة عامل قصة طبيب يروح ماش فين احمد المنسي وغيره 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 عندي ناس عندي عندي مادة لكتاب الدراما والكتاب عندي مادة ثارية والله 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 بعقد الها وبكسر الها عندي مادة لم تصل الى خيال الكتاب عندي قصص لتضحيات ابناء القوات المسلحة والشرطة والعاملين المدنيين في بعض المناطق اللي فيها حرب على الارهاب والله قصص انسانية لم تصل الى خيال الكتاب بعد عندنا ثراء للواقع الواقع اصبح اسرع من الخيال واقع الاحداث والحوادث في مصر اسرع واقص اكثر خصوبة من الخيال عايزين ناس تشتغل عايزين السنة جاءة في رمضان يبقى عندي مئة مسلسل انتاج مصري عايزين الانتاج المصري يوح سوريا والعراق والجزائر والسودان وفلسطين الانتاج المصري الحقيقي لان عندي امكانيات عندي امكانيات بشرية وعند فنانين وعند كتاب وعند يلا الناس تشتغل يلا نتطهر من الكسل يلا نتطهر من هذا الغباء في اختيار الموضوعات واختيار الابطال وغيره عايزين نتحرك لقدام انتاج فيلم الممر هو البداية في تقدير ده اعادة لتأريخ الدراما والافلام والانتاج المصري الحقيقي انا بقول تاني لازم يطلع حاجات تاني ده انا عندي قصص انا لسه كنت في اهل الشر في رمضان بقول كل ما اجيبه شخصية من شخصيات الاخوان كنت قاعد مع رئيس تاني بقول له ده علي عشماو ده لازم يبقى فيلم اجي بعد كده ارى صلاح شادي ينفع يبقى فيلم اروح تاني الهضوية ينفع اروح لمحاحمد علي كمالين ينفع يبقى فيلم اروح لمزين بالغزالين ينفع فيلم انا بقول تاني يلا كتاب الدراما ولا كتاب المصرع يلا كل شخصية من دي تبقى فيلم احنا بنحارب الارهاب وعندنا قضية وعي وعندنا فيه نزيف من ثقوب الذكرة عايزين نبني الناس بايه بالفن النظيف او الفن عموما استاذ محمد صبحي دايما يقولي ما تقولش فن نظيف لانه طالما فن يبقى نظيف انا بقولي الفن قوة الناعمة الغناء المصرح الازهر الكنيسة التعليم الصحة زمان كانت ما درست الرأي المصرية بتروح افريقيا مهندس الرأي المصري بيعامل معاملة دبلوماسية لانه اقوى من سفير الرجال الازهر في كل مكان بيقفلهم انتباه رجال الكنيسة والقطية في كل مكان بيقفوا انتباه احنا رحنا فيه تراجعنا ليه ليه عندي في مصر دلوقتي مسلسلات ودراما تركية مش هتكلم على سوريا وغيره اخواتنا لجم بكلم على تركية في غزو تركي بالدراما التركية للدول العربية والدبلاج اللي موجود وغيره وإحنا عدين نتفرج في بالاها شديدة والدراما الهندية ونتفرج في بالاها شديدة ايه يا عام ده انا ده انا استاذ المنطقة دي كانت شغلتي انا كنت اللي عامل المعدلة انا اللي بقول مين يدخل ومين يخرج دلوقتي انا بره بتفرج في بالاها الدولة بتحاول دلوقتي بتحاول الدولة تعمل بعد الفوضى لكن ما لا يدرك كله يترك كله لكن عندي خلال السنة القادمة والسنوات القادمة زي الرئيس ما قال عن بناء الانسان تعليمه الصحة والثقافة الثقافة الثقافة هي الاهم معركة الثقافة معركة الوعي هي الاهم وانا بقول تاني احنا محتاجين جراءة في اقتحام قضايا الثقافة في مصر محتاجين جراءة محتاجين وعي محتاجين ان الوعي يبقى موجود لافتة امام الناس صناع الوعي من هما صناع الوعي عايزين الاول نعمل لهم غسيل معنى الاول مما علق بامعاقهم ومعداتهم من عصر الهضم فيما دخل سواء دراما سيئة ودراما فضائحية وغيره وغيره المجتمع اصبح ينام ويصحى على الفضايا يحب الفضايا يا سلام ايه اللي حصل تغيير لهوية المجتمع تغيير لهويته عايزين نرجعه تاني للطريق بايه انا شايف ان الدراما اول حال بقول تاني دعوة الى كل اصحاب المؤسسات انه يدعم فيلم الممر لانه نجاحه بيمثل بداية لنجاحات اخرى متعددة هذا الفيلم شرف السينما المصرية والانتاج المصري والتمثيل الحقيقي لنقود مرة اخرى زمان ام كلسوم كانت بتطلع من القاهرة تروح باريس تقف باريس عليك تطلع على المغرب دواطن العرب كله ما كان يجتمع في هذا الزمان في الخمسينات والستينات الا على صوتين صوت جمال عبد الناصر وصوت ام كلسوم معي الاستاذ هشام عبدالخالق منتج فيلم الممر اهلا بيك يا استاذ هشام اهلا بيك يا استاذ يعني انا بقولك كل سلام انت طيب الاول مبروك ثانيا وانت جريء واعتقد انه الفيلم ده اعادة لتاريخ السينما المصرية تعليق حضرتك على ما جرى ورد فعل الجمهور والناس والنقاد حتى الان اولا وحدتك طيب ويا رب كده الامة الاسلامية بخير وبسعادة وآآ وعيد مبارك عليهم كلهم ويكون ايام سعيدة آآ ويعني الحقيقة آآ انا هتواضع عشان مش قولها بعيد تاريخ بس انا بفكر الناس تمام في المرحلة اللي هي في الشباب كتير ما يسمعوش عنها او ما قروش عنها او ما حسوهاش وكان المفروض ان فيها آآ بطولات المفروض في حرب الاستنزاف انا اعتقد من وجهة نظر الشخصية دي كانت النواة بتاعت حرب 73 آآ في عندنا حالات شوها دا وفي عندنا ناس آآ بتصارع من من اجل ان البلد دي تفضل موجودة الناس دي لازم نستكرها بحاجة كويس فدي جاءت حاجة معنوية عندي انا شخصيا ما بصتش بقى ان انا المكسب والخصارة وان الفيلم يبقى بكام وهايعمل ايه الكلام دا كله فكان دي جي الحافظ والمؤثر كويس ان انا ابتدي افكر ان انا عمل سلم ازاي دا الفيلم والحمد لله الحمد لله والحمد لله اعتقد ان الناس المعارضة بتتكلم كويس او في السوشال ميديا ومهما كنت هعمل حمل الدعاية كنت برضو هقول والله ان انا عندي فيلم جايز الناس تقول والله دي فيلم معارض حربية لا فيه خصص انسانية فيه واقع الواقع المصري كان ساعتها عمل ازاي ان فيه ارادة حديدية ان فيه ناس عندها تفاؤل واحساس ان هي فعلا تقدر تعود وزي ما قلت الممر هو عبارة عن الممر من الانكسار الى الانتصار اللي هو ممكن يبقى في حياة اي شاب في حياة اي شخص تمام انه ممكن يكون مثلا البزنس وقع منه شوية حياته فيها مشاكل لكن لا انت تقاوم وتحاول وتعمل فما بالك بقى فيه مجموعة من الافراد قوات الساقة البواسل الناس اللي هي فعلا كانت حاسة ان هي انها زبتها بكلام ده كله وحققت نجاح والحمد لله فالناس تتكلم على الفيلم وصلت للحالة المعنوية اللي كانت وصلها لي وانا بعمل الفيلم يعني لو حقيقة المهاردة نتكلم على جانب تجاري الحقيقة مفيش حد فعلا بقى واربعين سنة بيفكر ياخدوا المنطقة دي لان المنطقة تجاريا تمام يعني المفروض ان هي ما تكسبش فيها افلام اكثر وطيفة ممكن نعملها وانا عملت افلام من دي كتير والحمد لله وكسبنا لكن دي منطقة صعبة الشغل فيها صعب التنفيذ صعب جدا بدعم من الشئون المعنوية طبعا لدينا الاليات والمعدات والمواقع التصوير فيه مخرج قدير زي شيف عرفة فيه ممثلين الحاكم وابطال معنا كلهم تمام تحملوا ظروف صعبة جدا لانك انت بدأ ما بتصور في مواقع تصوير عادية او استوديوات وبلاتواليس بتصور في صحرا وبتصور اه الحياة العسكرية اللي هما طبعا فيه نص ديهم بش حضروا اه اه ما عندهمش جيش فانا الحقيقة النتيجة اللي اللي حالية اللي موجودة في الشارع النتيجة اللي بشوفها في الشباب سن صغير لانا قالولي قبل ما تعمل الفيلم ده هيخشوا يمكن الكبارة اللي عصروا الفترة دي صحيح وحاسين بيها لكن فيناس كتير او ما سمعتش عالفترة دي فالشباب كلهم هيروحوا مش هيحاسوا بالفيلم وهايتجوا الافلام اخرى بس انا حياة راهنت على الكمور راهنت على الاهالي انها شجعوا ولاتهم وكان نفسي ان انا انقل الحالة دي للشباب فلو سعدتك تشوف في السينمات ازاي تفاعل الشباب وازاي حاسين بالانتماء للبلدي وازاي بيسقفهم مع مواقف كتيرة جدا في الخلف وازاي بيتأثروا بموضوع الشهداء اللي هم بيسمع عنهم في الدراية بسيمكن ما بيجسدلوش انت الصورة تمام فلما جسدت له الصورة بيتأثر ويتأثر وفيه دموع وآآ يعني مسألة يعني مش هاي سيد شام هل لديك النية لعادة التجربة في موضوع اخر مماثل والله انا اتمنى ان انا اعمل الحاجات دي دايما لان الحاجات دي لازم ندي قواتنا بصراحة يعني بغض النظر ان حد يتكلم يقول لا 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 انت بتعمل ايه والجيش يا جماعة فعلا انا نفسي اظهر بطولات كتيرة جدا ولما دخلت في المواضيع دي لقيت ان في بطولات فضيعة الولاد مش حسنها لصغيرين انا ولادي نفسه ما كانوش حسن حسوا النهاردة شوية ان فعلا في يعني ايه حرب يعني ايه جيش يدفع عنك يعني ايه جيش يعني بيموت عشان ارضه تمام فاعتقد لك النقص يعني النقصين تيها للشباب شوية فطبعا واحد نفسه يتمنى بس العملية صعبة 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 ولا اغفيك سرا تمام فضل العملية المادية صعبة وانا المفروض النهاردة مش عيب ان انا اكون بفكر ان انا صرفت مبلغ كويس وعايز استرده عشان اقدر اصف تاني فلكن في الاخر المسألة صعبة جدا انا اتصور يا اساسي شام انه لن تخزل تجاريا لان انا اتخيل هذا وان شاء الله اراهن على وعي الناس وانا لسه بقول وعملت دعوة دلوقتي عمدي في القناة كل المؤسسات تروح تشتري تذاكر من دور السينما عشان الناس تروح تحضر وانا قلت يا هانا عمدي في القناة مين تذكرها تشتريهم للعاملين في القناة عشان احنا في معركة وعي لازم نشاركك انت غمرت بفلوسك وانحنا لازم نشارك معك في هذا انا بشكرك جدا هشام عبدالخالق منتج هذا الفيلم الرائع الممر معي الفنان الكبير صديقي العزيز شريف مونير اهلا بيك يا سيد شريف السيد ناشئة سيادتك يا فندم كل سيدنا سيادتك طيب وكل المشاهدين بخير وانت بالصحة والسلامة ودايما منورنا ودايما بنسعد بيك تجربة الممر طبعا اكيد اكتر واحد فرحان جدا فقمه تتصور اولا انا لازم اولا قبل اي حاجة اوجه شكري وامتناني لقناة تن ولشخصك الكريم لان حضرتك بجد يعني مثال للوطن للعلام الوطني المهني المزبوط اللي بتكلم صح اللي عارف موازينه وعارف يقول ايه وقد ايه محب الوطن مبونات حبيك تسلم وانا بعتبرك من اسدتي العفو العفو تسلم والله الجد نمرة اتنين انا بحيي الاستاذ شام عبدالخالق كمنتج للفيلم وبحيي سريف عرفة كمخرج طبعا كالعادة راجل يعني ليه بصمته دايما وليه وده كان اخر اللقاء ما بيني وبين الاستاذ الشام عبدالخالق والاستاذ شريف عرفة كان في فيلم ولاد العم لما جالي الدور اللي هو كان معبارة عن مشهدين وانا عارف الفيلم وعارف احداثه بالدور ازاي انا ما ما فكرتش ثانية لانه لأي ممثل شرف انه يشارك في عمل الفترة بتاعة حرب الافتنزاف دي فترة مليانة بالبطولات وزي ما قال لأستاذ الشام عبدالخالق انه كتير من القصص والحكايات القوية لازم جي لنا يعرفه جي لولادنا يعرفه لان الولاد لازم يعرفه مصر دي مرت دي ايه يعني ايه سبعة وستين يعني يعني ايه الواجع والنزيف اللي حصل لنا يعني ايه لغاية قريب لما بيقعدوا ينقبوا في حراء سينة بيلقوا رفاق وبيلاقوا هاية العظمية لجنود بفلسهم بالعشر اصاب والخمستاشر قرش والبطاقة كانت في جيبه الناس دي روت بدمها ولحمها وعظمها طراب سينة علشان في انا اسف انا اسف دي بهايم بتقول ان احنا بنبيع الارض الله عليك الله عليك محدش هيقدر يبيع ذرة من طراب الارض ولا واحد من الجيش قوات المسلحة ولا واحد من المصريين المصريين عديين اللي مروا بالفترات دي لاننا عارفين بجد الرملة دي مختلطة بلحمه ودمه وعظم اولادنا واجدادنا وخلاننا وعمامنا فانا بس بوجه لهم لان انا مبارح عليك انا في حاجة مضايقاني اصلي مبارح نزل اه على الانستجرام صورة للجيش المصري هو شايد الارض على كتافه وفي ناس فوق صفح الارض عايش في سلام ومحبة كانت صورة معبرة جدا انا بقول ان في ناس ردت اتمنى ان الجهات السيادية والمعنية يخشوا على صفحتي واعرفوا مين دول عشان كل واحد يقف عند حده لان لسه في ناس مش فهمة ايه اللي بيحصل صحيح كده بس كان الفرق انك كنت زمان عرف عدوك دلوقتي انت منتشعر صحيح ايه دي الخطورة ايه دي القوة انما انا بحيي ممثلين الفيلم بحيي احمد عز لانه احمد عز تنقل نقل عظيمة جدا في الشكل كممثل واهتمامه بشغله على نفسه وعلى جسمه انا بحييه جدا وبقى متقدم جدا في التمثيل احمد فلوكس خد فرصة عظيمة لنفسه كممثل كله محمد فراج كل انا مش عايز انسى حد كل الناس اللي اشتغلوا في التلم من الاول للاخر يعني يستهلوا واحمد ريز واحمد صلاح حسني صحيح اه واياد نصار اه بقول لحضرتك مفيش فرد وبعدين فيه بقى تحية خاصة وتهنيئة خاصة بوجهها لحد منسي وحد يعني قد دوره بعظمة اياد نصار اياد نصار عارف يعمل الشخصية المستفزة الشخصية اللي تخليك تبدايق وده دليل على نجاحه لانه ما ننساش اياد هو عمل دور صحيح قاد إسرائيلي وانا كنت عملت في ولاد العام رجل مضابط مخابرات إسرائيلي صحيح انما لازم الوحش ده هو اللي بيينك كويس شريف انا سعيد جدا بكلامك وبحماسك وفعلا انا فخور بهذا الفيلم وكل اللي عاملين فيه وانت وطنيتك يعني بادية واضحة وصديقة ووصلة للقلب ووصلة للناس وان شاء الله وحتفظ لغاية ما موت وحتفظ لغاية والله كلنا احنا عايشين عايشين عشان البلد دي ملناش حاجة تاني كل سنة طيب وانا بشكرك جدا وان شاء الله نلطق دايما في المناسبات الوطنية وان شاء الله الفيلم ينجح ويتعامل أفلام تاني وتالت ورابع وترجع السينما المصرية مرة أخرى هي المنارة الموجودة في المنطقة انتهى وقتي دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة